حتى نتواصل مع حجاجنا الميامين المتوجدين بالبقاع المقدسة وكما عودناكم دائما فقرة الحج حاضرة في 90 دقيقة أخبار يحضر معي فضيلة الشيخ الإمام سعيد إمام وخطيب مسجد الفلاح بديار العافية بيالقبة مساء الخير سيدي سلام خير سلام خير بداية يعني شفنا الحاج الجزائري بندومة بن علي للبارغ من العام لـ 86 سنة يعني شفنا الحاج ومشاء الله يعني هو مصير على أداء المناسك الحج ونتمنى له شفاء العاجل وإن شاء الله أنه يؤدي مناسك الحج يعني بكل أريحية فضيلة الشيخ يعني فقرتنا متجددة دائما بما أنه الحج يعني على الأبواب يعتبر الركن الخامس تحدثنا يعني في مع شيوخ يعني حضروا معنا في الستوديو عن الحج فضائله والإحرام إلى غير ذلك أيام قليلة يعني تفصلنا عن الوقوف بيوم عرفة يعني بداية تحدثنا عن بركة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك أشكركم على هذه الاستضافة الحج كما ذكرته هو ركن من أركان الإسلام الخمس ولعل أعظم ما فيه هو يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة يوم عرفة يتجلى فيه المولى تبارك وتعالى على عباده ويدن منهم ويقول سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي يقول يخاطب ملائكته المقربين انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل مكان أشهدكم أني قد غفرت لهم والحجاج إنما يوفدون على الله سبحانه وتعالى ويتجشمون هذه الصعوبات الكبيرة ويتحملون المشاق كلها من أجل حط هذه الأوزار ومن أجل مغفرة الذنوب ومن أجل أن يعود الحاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدت أمه من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم أو رجع كيوم ولدت أمه ويوم عرفة يعني فيه من المعاني العظيمة من معاني الحج العظيمة وفيه من المعاني الإنسانية الرفيعة النبيلة التي جاء هذا الدين لترسيخها وسط المسلمين ففي عرفة يلتقي كل الحجاج الذين ربما تفرقوا في المدينة وكذلك تفرقوا في مكة بين طائف وبين من يسعى بين الصف ومروى وبين من يصلي في الحرم وبين من يشتغل بأمور دنيا لكن في عرفة كل الحجاج يجتمعون في يوم واحد وفي ساعة واحدة وهمهم واحد وقد أحرموا جميعا بعدما كان قد أحل بعضهم من دخل مثلا متمتعا فإنه يحل ثم بعد ذلك يحرم فتظهر تلك المعاني الإنسانية من تساوي الحجاج في الوصف وفي المظهر في القلب والقالب بحيث أنهم كلهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه لعله يكرمهم بمغفرة ذنوبهم وحط أوزارهم وقبول حجهم وعودتهم إن شاء الله إلى ديارهم وبحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أغيض من يوم عرفة يعني ليس هناك يوم يرى فيه الشيطان صغيرا وذليلا وحقيرا من يوم عرفة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى من تنزل الرحمات على العباد رحمات الله عز وجل تتنزل على عباد الله المؤمنين في يوم الحج وكذلك يوم عرفة هو أعظم يوم في السنة وقد فاضل علماؤنا بينه وبين عيد الأضحى أيهم أفضل وقد ذكر كثير من العلماء أن أفضل يوم هو يوم عرفة لما فيه كما ذكرنا من الخير وفيه من الفضل وفيه من إقامة هذه الشعيرة ويذكرنا أيضا هذا اليوم يعني بتاريخ هذه الأمة المجيد حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع الصحابة الكرام وهو يخاطبهم وقد بلغ عليه الصلاة والسلام دستورا عظيما لهذه الأمة ومنهجا سويا مستقيما حرم فيه عليه الصلاة والسلام الدماء والأموال والأعراض على المسلمين قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا أي كحرمة يوم عرفة وكحرمة بلدكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر محرم والشهر كذلك ويوم عرفة يوم عظيم والمكان هو في مكة فحرمة الدماء المسلمين فيما بينهم وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم بحرمة هذا اليوم وحرمة هذا المكان وحرمة الشهر طيب فضلة الشيخ الكثير يعني مننا يتساءل عن فضل الدعاء يعني لما الواحد يكون في البقاء المقدسة يقول دعائك مستجاب حدثنا عن فضل الدعاء لما الحاج يكون في البقاء المقدسة هو يؤدي مناسك الحج يعني فضل هذا الدعاء يعني يكتسي أهمية بالغة نعم بارك الله فيك جزاك الله خير يعني هو سؤال مهم يعني والدعاء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة لأن في الدعاء يظهر افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويظهر احتياج العبد إلى خالقه ويظهر في الدعاء انكساره وخضوعه لله تعالى وهذا هو مفهوم العبودية مفهوم العبودية أنه يظهر العبد تذللا وانكسارا وإخباتا وقنوة وخشوعا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل الدعاء ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والعبادة تقريب في مفهومها كلها في مفهوم العبادة كلها هي دعاء فنحن حينما نصلي نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى في قراءة الفاتحة ثم نقول اهدنا الصراط المستقيم فهي دعاء وحينما نتم صلاتنا فدبر هذه الصلوات عاقب الصلوات يستجاب الدعاء وحينما نأتي لنام ندعو وحينما نستيقظ ندعو الله عز وجل الذي إحيانا بعدما آماتنا وإليه النشور وندعو أن يرزقنا الله عز وجل فتح هذا اليوم ونصره وبركته وهداه يعني تلكم البقاء يستجاب فيها الدعاء وهي أقرب ما يكون العبد إلا الله عز وجل وهو متلبس بالعبادة كيف به وقد سافر جمع بين السفر الذي تقبل فيه العبادة وبين أنه يطوف ببيت الله العتيق ويقف بين يدي الله ويسعى بين الصفى والمروى ويقف بعرفة ثم يفيد إلى مزدرفة ثم إلى مين ثم إلى بقية المشاعر الأخرى فنحن نظن بالله سبحانه وتعالى خيرا ونظن أنه يقبل دعاء حجاج ببيته الكريم كيف لا وهم ضيوفه ضيوف الرحمن وفده الذي وفد عليه في هذه الأيام المباركة الطيبة فضلت الشيخ مننا يعني اللي يروح ببيت الله لأنه يقضي عمره أو أنه يحج بيت الله العظيم حنا هناك ينجون يقولوا جبتنا مازمزم يعني بركة هذا الماء الكثير يقول لك أنه بركته عظيمة دعاء فيه مستجاب يعني بداية يعني مازمزم يقول لك الواحد أنه لما يجير حيشرب الماء يكون هناك دعاء لابد أنه يدعي قبل أن يشرب الماء ممكن أن يشرب الماء وهو واقف ممكن أن يشرب الماء وهو يعني جالس يعني حدثنا عن نقطة نقول بركة إذا واحد حكم ماء زمزم ودعا فيه بركة الدعاء في هذا الماء بركة الله فيه إذن نحن ونحن في رحاب الحج وفي أيام الحج من بركات هذه الأمكان أيضا كما ذكرت هذا الماء الماء الذي جعل الله سبحانه وتعالى أساس الحياة الماء وأفضل المياه يعني ماء زمزم لأنها ماء مباركة وهذه الماء قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له وقال عليه الصلاة والسلام أيضا هي طعام طعم وشفاء سقمين وبالتجربة كثير من الحجاج استغنون بشرب ماء زمزم عن الطعام وعن الغذاء عموما فتجدهم مثلا وهم ربما كبار السن وهم ضعاف يقولون لك شربت زمزم فصال لا يطلب الطعام إلا قليلا إلى نادر ربما يأكل مرة أو مرتين في اليوم أو اليومين وهذا الماء كما ذكرت يعني من أداب الشرب عموما من أداب الشرب أن يمسك المسلم كوب الماء بيده اليمنى وينوي أن في هذا الماء بركة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه طعام طعم وشفاء سقمين وزمزم لما شرب له فإذا كان لما شرب له لابد أن نحظر نية استشفاء مثلا والبركة والخير في هذا الماء ثم من السنة أن يشرب الإنسان جالسا لكن لا بأس إذا لم يتسر له أن يشرب قائما فالشرب قائما يعني يجوز الشرب قائما المقر يجوز هناك الأفضل منه أن يشرب الإنسان قاعدا أو جالسا إن تسر له وإلا يعني يشرب واقفا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم ويقول بسم الله بسم الله هذه البسمة لا تشرع عند مبدأ كل شيء كل أمر ذيبال لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وفي رواية أقطع وفي رواية أجذم أي ناقص وقاليل البركة فكيف با إذا كان إنسان يغذي جسمه بهذا الماء الحيوي الذي يجعل فيه فيه الحياة فيه الشفاء فيه البركة ويمكن أن يقرأ الإنسان فيه يقرأ فيه شيء من القرآن كقراءة سورة الفاتحة وكذلك آية الكرسي والمعوذات والأدعية المعروفة يعني مثل رقية المعروفة ثم يشرب من هذا الماء إن شاء الله فيه خير ومباركة بإذنه تبارك وتعالى أمين يا رب العالمين فضلة الشيخ السؤال لأخير دائما ندأب حتى أن حججنا يؤدوا مناسكهم يعني وتكون حجهم مقبول بإذن الله تعالى إن شاء الله يا رب دائما نصاحك للحجات حتى ما يكونش نعرف بأن الحج يعني من كل ربوع الوطن هناك ازدحام حتى يتفداوا القلق والنرفز اللي ممكن أن نتواجههم لما يوجههم يعني موقف من المواقف نعم برك الله فيك هو الحج لا بد أن نقول فيه شقين وليستطيع يعني أي إمام أو داعية أو واعظا أن يلخص فقه الحج وأحكام الحج وأداب الحج وفضاء الحج في ساعة أو ساعتين ولا بد من حلقات ومحاضرات وندوات وخطب يحضرها خاصة المعنيين بإقامة هذه الشعيرة لكن يمكن أن نلخص ذلك كله كما ذكرت الحج كما يقول علماؤنا هو مجموعة من الشعائر الشعائر المراد بها المناسك التي نؤديها وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا جملة من المشاعر والأحاسيس الوجدانية التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج وذلك يظهر من خلال سلوكه وأدابه فهو متلبس بعبادة وما دمت أنك متلبس بعبادة كأن تكون مثلا مصليا أو تكون صائما فينبغي عليك أن تتحلى أولا بالصبر والتحمل والعفو والصفح وإعانة الغير لأن كثير من الحجاج ربما يحرسون على فقه الحج وتعلم مناسك الحج لكنهم بالمقابل يتركون هذا الجانب ويغفون عنه والنبي المولى تبارك وتعالى قال الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إن شاء الله يا رب فضيلة الشيخ الشيخ سعيد إمام الخطيب بمسجد الفلاح ديار العافية شكرا لك على كل هذه التوضيحات وإن شاء الله حج مبرور وذنب مخفور وسعي مشكور بكل حاججنا في كل مبوع الوطن إن شاء الله يتقبل من نومهم جميع إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله بقى معنا فضيلة الشيخ اشتركوا في القناة